بسهر الخير عزائي المشاهدين عليكم في كل مكان حلقة جديدة من برنامتكم البيت بيتك احنا لازلنا بنتابع ردود الافعال على الحكومة الجديدة حكومة المهندس شريف اسماعيل اللي حلفت اليمين الدستورية مبارح قدام الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشوف ردود الافعال علشان نفهم ايه اللي مستنينا في المستقبل مع هذه الحكومة طبعا في اسئلة كتيرة جدا طرحت مبارح بعدما الحكومة حلفت اليمين اسماء غابت اسماء حضرت من هذه الحكومة وطبعا كان في علامات استفهام كتيرة جدا حوالين التشكيلة اللي خرج واللي دخل من هذه الحكومة وعلامات استفهام وتوقعات مختلفة حوالين الاداء طبعا لو رجعنا الى الوراء شوية هنلاقي انه كان فيه رغبة شديدة جدا عند قطاع كبير من المصريين في تعديل وزاري لكن اللي حصل من يومين او خلينا نقول اللي حصل من اكتر من اسبوع لما اعلن عن اقالة او استقالة حكومة المهندس محلب والتشكيل الجديد اللي احنا شفناه مبارح هل ده استجابة لمطلب شعبي هل ده استجابة لرغبة قطاع كبير جدا من المصريين في التغيير لو حضرتكم متابعين وكلنا بقينا سياسيين ومحللين سياسيين معظم الشعب كده بيقعد وبيحلل وبيفتكر الرئيس عبدالفتاح السيسي من اول يوم استلم فيه الحكم كان قريب جدا من المصريين وما زال حتى من قبل ما يستلم الحكم من 30 يونيو وهو كلامه قريب الى عموم الناس حتى الراجل لما بيتكلم بيتكلم بشكل تلقائي وما بيحبش يقرأ خطاباته من ورقة وما بيحبش بيحب يخرج على النص دايما علشان كده الرسائل اللي بيبعتها الرئيس بتوصل لمختلف شرائح المجتمع المصريين علشان كده انا اتوقع حتى مش بتوقع انا اأمل ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يدلي بحديث من القلب الى القلب يقول فيه ليه تغيرت الحكومة بهذا الشكل وليه خرج المهندس ابراهيم محلب ليه تعين المهندس شريف اسماعيل الرئيس للحكومة الجديدة ليه خرجت الاسماء اللي خرجت وليه المصوغات بتاع التعيين الاسماء الجديدة والوزراء الجدد علشان الناس تعرف وعلشان الناس تفهم يعني هو الرئيس السيسي دايما بيقول انا عايزكم معايا عايزكم جنبي فواجب الرئيس وحقه علينا ان احنا نقف جنبه بس نفهم ليه اللي حصل ده حصل هل المعايير اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعها للوزراء الجدد تحققت بنسبة 100% ولا المهندس شريف اسماعيل الظروف المحيطة بعملية تشكيل الحكومة كانت صعبة علشان كده رضب قليله وده الموجود وخلاص يعني يا مصريين ده الموجود وخلاص السئلة كتيرة بصراحة الناس محتاجة تسمع ايجابتها من الرئيس ومن رئيس الوزراء ايضا